السلام عليكم متابعي قناتنا في حضرة الرسول ادعمونا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالمقطع لنستمر بتقديم لكم كل ما هو مفيد السلام عليكم هل تجوز الصلاة بعد شرب البيبسي؟ لا تستغرب السؤال ستقام عليكم الحجة اذا لم توضحوا ذلك للمسلمين لن اشرب بيبسي بعد اليوم حسبنا الله ونعم الوكيل احذروا يا مسلمين ارجوكم ان تنشروا هذا المقطع لان الموضوع خطير جدا هل تجوز الصلاة بعد شرب البيبسي؟ هل نجح الامريكيون بالفعل في ان يضحكوا على اثنين مليار مسلم وعربي؟ وجعلوهم يشربوا طوال السنين مشروباتهم الغازية المصنعة من امعاء الخنزير سؤال يطرح نفسه بقوة ويحتاج الى اجابة حيث ان مجمع البحوث الاسلامية ارسل عينات من المياه الغازية المعروفة باسم الببسي كوكاكولا لتحليل مادة الببسين الاساسية في تركيبها لمعرفة تركيب تلك المياه الغازية المرة الاولى التي اثير فيها الموضوع كان في الخمسينات حين تبنى الفتوى حزب مصر احمد حسين الذي صرح بها حول تحريم الببسي والكوكاكولا لاحتوائها على مادة الببسين التي تستخرج من امعاء الخنزير وادى ذلك الى كساد اقتصادي هائل للشركة المنتجة وفرعها في مصر بعد احجام الشعب عن الشراء لكن الجديد هو طلب الدكتور مصف الشكعة رئيس لجنة المتابعة بالمجلس الاعلى للبحوث تحليل عينة من زجاجات الببسي ويقول الدكتور الشكعة انه بغض النظر عن المطالبة بالمقاطعة للمنتجات الامريكية والصهيونية فان الوقت قد حان لتحليل الببسي في معامل خاصة ومتعددة مع ضمان سرية اسمائها حتى لا تتدخل يد الرشاوي والتسهيلات للعب بنتائج التحليل وذكر الدكتور الشكعة انه عاش في امريكا ست سنوات عرف خلالها ان مادة الببسين تستخرج من امعاء الخنزير لتساعد من يشربون المشروب على الهضم ويقول احد المصادر الذي رفض ذكر اسمه ان من يقول اننا نصنع الببسي في بلادنا العربية وفي مصر دفاعا عن حقيقة زائفة هو بالتأكيد يخفي الحقيقة بان المادة المكونة لمشروب الببسي تأتي الى الدول المصنعة على شكل عجائنا خاصة في براميل محكمة الغلق من بلد المنشأ ولا يتم فتح هذه البراميل الا عند توصيلها على خطوط الانتاج بعد ان يتم ضخ المواد الاولية التي تحتويها هذه البراميل لتصل في النهاية بعد المعالجة اللازمة الى الزجاجات التي تطرح في الاسواق وهي محكمة الغلق ايضا واستطيع ان اتحدى اي فرد يمكن ان يجزم بحقيقة المكونات الاساسية لمادة الببسي دعاية من شركة ببسي توضح ان الببسي يعد من لحوم وشحوم الخنزير فلقد اعترفت شركة ريجلز لانتاج العلك على استفسار مرسل من قبل دينيس يونغ من نفس الشركة للرد على احد العملاء بخصوص احتواء علكة اكسترا وعلكة او سهم كما هو معروف في البلاد العربية عذا شحوم مستخرجة من الخنزير ولنا ان نذكر ان امعاء الخنزير التي يستخرج منها الملين الحيواني ومادة الببسي التي تحتوي على العديد من المواد المسرطنة التي تساعد على انتشار سرطان القلون والمستقيم والبرستاتة والرحم والمرارة والثدي والبنكرياس واذا كان الببسي هو المشروب المفضل لدى الكثيرين فان الهنود استخدموه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطب مطعمك تجب دعوتك اكثر من اثني مليار مسلم يتناولون الخنزير وقد تكون انت واحدا منهم ان تحريم الاسلام لتناول لحم وشحم الخنزير يعد اعجازا علميا سابقا لعصره فلاهيك عن ان الحيوان يأكل النجاسات وانه اكثر الحيوانات دياثة حيث يرى انثاه تنكح امامه ولا يتحرك ولا يغار فامعاؤه النجسة موادا تعمل على انتشار سرطان القلون والمستقيم والبرستاتة والرحم والمرارة والثدي والبنكرياس وما خفي كان اعظم الى اي مدى تعد مواد الببسي العالية تركيز ضارة حيث تم رسم علامة المواد الحارقة على البرميل ومن احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في تبليغ العلم من تعلم علما ولم يعلمه احد لجم بلجام من نار يوم القيامة